بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة معاكم مهندس أحمد السعيد حالتنا النهاردة يا جماعة من أهم الحلقات اللي هتفرق معاك كتير جدا في مكافحة العديد من الآفات الزراعية اللي بتصيب المحصول بتاع حضرتك زي إيه؟ زي الدودة زي التوتا أبسلوتا زي الدودة الخضرة زي دودة الحشد الخريفية اللي بتدمر محصول الضرة زي دودة صمار الفكهة اللي بتدمر لعديد من صمار الفكهة يا جماعة زي المن زي التريبس زي الزبابة البيضة زي الجسد هقول لحضرتك النهاردة يا جماعة على العديد من المركبات وهقول لك المركبات بأسماء التجارية طالما حضرتك بتلغبط في اسم المادة الفعالة هقول لحضرتك النهاردة يا جماعة العديد من الأسماء التجارية اللي موجودة عندنا هنا في مصر اللي ممكن تستخدمها لمكافحة العديد من الآفات الحشرية اللي أنا ذكرتها لك دي وكمان يا جماعة هقولك برضو على بعض المركبات اللي بنستخدمها لعلاج او لمكافحة الاكروسات زي الحلم الدودي زي الريدس بايدر مايس اللي هو العنكبوت الاحمر ونركز يا جماعة في حالة النهاردة هتفرق معاك كتير جدا عندنا حاجة اسمها مالاسيون عندنا حاجة اسمها بروكليم عندنا حاجة اسمها تورنيدو دي برضو نفس المادة الفعالة بتاعة البروكليم اللي هي ايماماكتين بونزاويت عندنا حاجة اسمها ميسوكسام اللي موجودة في الاكتارة عندنا حاجة عندنا مركب اسمه ايفي سيكت عندنا موزبلان عندنا اوشين عندنا كمان يا جماعة عندنا اكتاكرون عندنا اكتافوس دي بوركبات بستخدم من مكافحة الدودة عندك الاميدة كلوروبرايد عندك بعض المركبات اللي ممكن نستخدمها لعلاج الحلم الدودي زي الفرتمك عندك اللي هو الأورتس عندك العديد يا جماعة من المركبات اللي ممكن تستخدمها في الحلم دي عندك الاكومويت عندك الفاكومويت دي يا جماعة بعض المواد اللي تستخدمها لعلاج الحلم الدودي او المكافحة اللي هو الريدس بايدر مايتس اللي هو العنكبوت الأحمر يبقى في البداية كده يا جماعة المركبات اللي ذكرناها دي اللي هو ايه لانت اللي هو موجود فيه المادة الفعالة ميسوميل عندك اللي هو مالاسيون عندك سايبر كل عندك لنباضة عندك اوشين عندك موز بلان عندنا اكتارة عندنا اميدة عندنا حاجة اسمها المركبات الكويسة جدا يا جماعة لو تستخدم لمكافحة الدودة ومكافحة الزبابة البيضة ومكافحة المن عندنا ايه تاني يا جماعة العديد من المركبات يا جماعة اللي احنا ممكن نستخدمها المركبات ده اعطاك انها كافية جدا بالاسماء التجارية اللي انت ممكن تلاقيها في العديد من المحلات او الصيدليات الزراعية اللي حضرتك بتتعامل معها طيب نستخدم إيه مع إيه وإيه هي أفضل التركيبات اللي هتجيب معايا نتيجة كويسة لمكافحة العديد من الآفات الحشرية اللي حضرتك بتقول عليها باش مهندس في تركيبة كويسة جدا يا جماعة ذكرناها قبل كده وقلناها هتأثر معاك على العديد من أنواع الآفات الحشرية اللي بتصيب المحاصيل الحقلية أو بتصيب الخضروات أو بتصيب أشجار الفكاة قلتلك هتستخدم مادة فعالة كلوروبورفوس زائد أباماكتين زائد أميدا كلوروبراي طيب إيه هي الأسماء التجارية أو هروح لبتاع السيادلية أقول له أديني إيه بالظبط هتروح لبتاع السيادلية تقول له أديني بوستبان أو كلوروزان أو أكتافوس دي المراد دي المركبات أو الأسماء التجارية اللي بتحتوي على المادة الفعالة كلوروبورفوس والكلوروبورفوس يا جماعة زي ما قلنا أنك إنت ممكن تستخدمه لعلاج الدودة القرضة لعلاج دورة الحجد الخلفية لعلاج الدودة الخضرة لعلاج التوتا أبسلوطة هتستخدم معاك كمان يا جماعة إيما مكتين بونتظوات اللولبروكليم هيفرق معاك كتير جدا عندنا كمان يا جماعة الشيء بالشيء يسكر عندنا مادة من المواد الكويسة جدا اسمها ماتش دي من أقوى المواد برضو لمكافحة الدودة الخضرة أو لمكافحة التوتا أبسلوطة عندنا القراجين برضو من المركبات الكويسة جدا الناس بزرع طماطم نخلي بنا المركب ده بيفرق معانا كتير جدا في زراعات الطماطم ومكافحة التوتا أبسلوتا نخلينا في التركيب بتاعتنا يا جماعة أول حاجة قلنا ان احنا نستخدم بستبان تاني حاجة هنستخدم اسيتان برايد اللي هو موجود في المزبلان تالت حاجة هنستخدم فرتمك اللي هو المادة الفعالة أبا مكتين واحد وتمانية من عشرة طبات استخدم المركبات دي بمعدل قد إيه هتستخدم البستبان بمعدل 2.5 سنطي لكل لتر مية هتستخدم الأميدة كلور رايد بمعدل 1 سنطي لكل لتر مية وهتستخدم الفرتمك بمعدل 0.5 سنطي لكل لتر مية على حسب كمية المية اللي حضرتك بتستخدمها احنا هنا يا جماعة مش بنقولك على فدان أو 2 أو الكلام ده الصح يا جماعة عشان تستغل بشكل مظبوط انك انت هتحط المبيد وتحط الدوز بتاع المبيد أو معدلات لاستخدام المبيد على حسب كمية المية اللي حضرتك هتستخدم ده بالنسبة للتركيبة الأولى تركيبة كويسة جدا طيب عندنا كمان تركيبة كويسة جدا ممكن تستخدمها لمكافحة العديد من الآفات الزراعية اللي هي ايه؟ عندنا ممكن تستخدم ملسيون زائد سايبركل تستخدم الملسيون بمعدل قد ايه؟ تستخدم الملسيون بمعدل 5 سنطي لكل لتر مية وتستخدم السايبركل بمعدل 1 سنطي ونص لكل لتر مية يبقى لو انت هترش مثلا 100 لتر مية يبقى هتحط نص اللتر ايه من المالاسيون وهتحط 150 سنطي من الصيبر كله هيفرق معاك كتير جدا كمان يا جماعة ممكن تستخدم المالاسيون مع اللمبادة وهتستخدم المالاسيون برضو بنفس التركيز اللي قولنا عليه 5 سنطي لكل لتر مية وهتستخدم اللمبادة 5% بمعدل 1 سنطي لكل لتر مية هيفرق معاك كتير جدا في مكافحة العديد من الآفات الحشرية سواء كانت منه سواء كانت زوابة سواء كانت جاسد سواء اي نوع من الانواع اي نوع من الانواع الآفات الحشرية اللي موجودة عندك في الحقل ده بالنسبة للمركب التاني طيب ممكن نستخدم ايه بعد كده ممكن تستخدم مركب من المركبات الجاهلية جدا اسمه اكتاكرون وهتحط معاك تورنيدو او هتحط معا بروكليم المادة الفعالة بتاعت البروكليم يا جماعة ايمامكتين بونزويت بقى ممكن تستخدم الاكتاكرون مع بروكليم يفرق معاك كتير جدا طيب بالنسبة دي بالنسبة ليه التركيبة في معانا تركيبات تانية في معانا تركيبات تانية ممكن تستخدمها على النبات ممكن تستخدم اوشين ده مركب من المركبات الجيدة جدا اللي بتأثر معانا على المن وتأثر على الزبابة البيضة وبتأثر معانا على الجسد وبتفرق معاك كتير جدا هجماعة وبجيب نتيجة سريعة جدا وتستخدم الاوشين ده مع ايه ممكن تستخدم الاوشين مع لمبادة ممكن تستخدم القوشين مع سايبر كل ممكن تستخدم القوشين مع البستبان هيفرق معانا كتير جدا برضو تمام كمان يا جماعة تركيبة من التركيبات الكويسة جدا عندك ممكن تستخدم لو انت عندك دودة بشكل كبير ومؤثرها عندك على النباتات ومش قادر ان انت تعالجها ورطشية العديد من مركبات برضو مفيش نتيجة تستخدم ايه ممكن تستخدم اكتليك وده مركب من المركبات الجيدة جدا وتستخدم مع الاكتليك ده تستخدم معه بروكليم وتستخدم معاه لانت التلاتة مع بعضها يا جماعة هيفرق معاه كتير جدا لو انت عندك ايه في الارض هيقضيلك عليها تستخدم اكتليك زائد بروكليم زائد ايه زائد لانت اللانت يا جماعة المادة الفعالة بتاعته ميسوميل وعندنا اللي هو البروكليم المادة الفعالة بتاعته اللي هي ايماماكتين بونزويت عشان ممكن ما تلاقيش بروكليم وتلاقي بعض المواد الاخرى او بعض المركبات بأسماء تجارية مختلفة مكتوب عليها مدفع على إيه إيمة مكتين بونزاويت دي برضو كانت تركيبة من التركيبات الجيدة جدا اللي هتأثر معاك على العديد من أنواع الآفات الحشرية اللي موجودة عند حضرتك في الحقل لما تلاقي عندك يا جماعة الدودة بالذات يعني ما حدش يلاقي عنده مثلا شجرة فيها دودة أو نبات في دودة يقول لي ده نبات واحد فأنا مش هنروش لا عندك دودة عندك زبابة عندك من ابدأ كافح فورا بمجرد ظهور الآفة الحشرية عندك ما تستناش وتقول لي لا ده نعندي آفة واحدة فأنا هموتها كده بشكل يدو وخلاص لا انت يا جماعة الآفة دي النهاردة آفة واحدة بكرة ممكن تلاقيها 100 آفة أو 200 آفة أو تبدأ تنتشر عندك في الحقل بشكل كبير جدا الآفات الحشرية الصاقبة المصة اللي هي زي الزبابة زي المن زي التربس دي من أخطر الآفات اللي ممكن تدمر لك الدنيا خصوصا لو انت بتزرع خضروات او لو حضرتك بتزرع أشجر ليه لاني دي من أكثر الآفات اللي هي بتنقلك الفيروسات يعني لو في عندك نباتة جماعة فيه إصابة فيروسية وعندك زبابة وعندك منها وعندك كلام ده كله ممكن تتخلي الإصابة الفيروسية تنتشر في الحقل بالكامل ده كان موضوعنا النهاردة جماعة عن أهم وأفضل المركبات الحشرية اللي ممكن تستخدمها لعلاج العديد من الآفات الحشرية اللي بتصيب النباتات اللي حضرتك بتزرعها بكده يا جماعة أنكم وصلنا لهاية حالتنا النهاردة أتمنى أكون قدمت لكم معلومة وفيدة وأتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي شكرا لحضراتكم